خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى سهاج الجامعي الجديد هذا وقد تم افتتاح المستشفى بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح حسيسي خلال زيارته للمحافظة جهود حسيسة تبزلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيدة وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي مستشفى سهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة سهاج ضمن تلك الجهود ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات صعيد مصر حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيد مستشفى مدعوم ب53 عيادة خارجية و16 جرفة عمليات كاملة التجهيز به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين في كل دور فيه مدرق وعدد خمس فصول دراسية للطلاب نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ناقل ما يجري داخل غرف العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعيالات المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبييا كما توجد أربع غرف مناظير جراحية مختلفة فضلا عن غرفتين للولادة القيصرية وأربع غرف للولادة الطبيعية المستشفى تتكون من مبنى رئيسي على مسطح 5000 متر تتكون من دور أرضي وأول وعلوي أول علوي أثاني علوي أثاني علوي أثاني علوي أثاني علوي أثاني علوي أرابع علوي الدور الأرض يتكون من قسم الطوارئ وقسم الأشعة ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومقصدات الموتى أما الدور الأول يتكون من قسم الغسيل الكاروي وقسم المعامل المركزية وعادات خارجية الدور الثاني يتكون من نظير جراحية وعادات خارجية والدور الثلاثة تتكوى من حضنات مبتسرين والأداء وغرف إقامة وما الدور الثلاثة تتكوى من قسم العمليات والرعاية المركزة مستشفى صهاج الجامعية يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيباً ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي